سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصليحنا ما عملناش مع اسكر الاولاد كانوا بيمتحنوا اشتركت ليه وليه ما اخترتش لعيبة ما يكونوش طب اللي بتاع الامتحان ده بيذاكر طول الليلو بتاع مش مركز في الكرة جيب واحد تاني مكانه الجزائر مليانة مواهب ما شاء الله النهاردة فيه اللعيبة شوفناها ما كناش شوفناها قبل كده كانوا ممتازين انت فيه ايه الناس دي لازم تتحاسب الناس دي لازم تتحاسب واول حد يحاسبها الجماهير الجميل لازم تعرف من اول المسؤول في اتحاد الكرة احنا مصر كويس بقى احنا ما شارقناش مصر ما راحتش تروح مصر راحت في العاب تاني او ملاكمة وغيره وغيره بس ما راحتش في الكرة عندها حق لانه ما عندهاش فرقة الجزائر برضو ما عندوش فرقة الاولاد اللي كانوا بيلعب دول مع حب ليهم وحزني عليهم الاولاد اللي كانوا بيلعبوا دول في الثلاث ماتشات دول الاولاد اللي انا شوفتهم لابسين انتشات الجزائر بيفكروني بالضبط بكرة القدم لما بيتجمعوا بعض شباب بيجمعوا بعض ويروحوا يأجروا ملعب ياخد من ده عشر جنيه ومن ده عشر جنيه ومن ده عشر نيول يا جماعة احنا فضلنا خمسين جنيه عشان نأجر ساعة ملعب وبيستمتعبوا الكرة هما بيدفعوا فلوس بيأجروا الملعب عندنا في مصر جاءه اكيد في الجزائر واكيد في العالم كله مش بطوع كرة بياخدوا فلوس ويأجروا الملعب عشان يستمتع بكل الولاد دول كده وهقولوك على حاجة بقى ياريتكم كده دلواح الساعات بيتفرج على شباب بتلعب كده بتأجر ملعب بيبقى عندهم روح وعندهم بيكسف على دمهم الفريق تعبان اوي فريق تعبان اوي مش هو ده اللي يستحقه الجماهير دي جماهير الجزائر العظيمة ما تستحقش انها تروح المدرجات تشجع ما زعلوش مني القرة القدم ما فيهاش خشة جبال ملماضي كان بلعب بالفريق الاساسي 3 سنين جاء الزمن انه يمشي العيبة من الكبار بغداد بنجح خلاص رحت عليكو اه هي الدنيا كده كرة القدم كده الاولاد دول لا يصلحوا يلبسوا تشارت منتخبك ده المدير الفني ده انا لو انا بقى مدير فني الراجل ده لو كويس فعلا كويس فعلا كان يعتذر ويمشي يقول لهم ايه ده العيال دي مش هتنفع سرمو عليكو هي كده هي كده انا فاكر من 3 ا4 سنين كان لموني نادي المقاولين كان كابنن على نبيل رئيس الجهاز القطاع الناشئين فيه فرق كتيرة في المقاولين 17 فريق من اول 7 سين و 8 سين انا مسكت ال 16 سنة قريب من الاعمار دي مسكت الفريق الراجل يقول لي ايه انت هتمسك فريق يا كابتن مصطفى بنتفرج عليه بيجيب لنا المرض الطلوب جاد قال لي اه انت هتمسك تمرا فريق في نادي المقاولين بيجيب لنا المرض فسألت المدربين الصحابي قالوا لي بس انت هتمسك الستاشر سنة فريق الالفين واحد اللي هو الستاشر سنة كان ساعتها عشرين ستاشر او سبعتاشر كان هما ستاشر سنة نزلت الملعب في التمرين لقيت الولاد زي ما وقلوكوا كده لهم ايه عايزين يأجروا الملعب إلعبوا في الكرة على كتفه وعلى كعبه روحت مجمحهم روحت مبرق تقولوا هتيجوا كل يوم تنفس كلامي تنفس كلامي حولتهم من عالف رفير عاملة زي الفراخ الفراخ الاجنبية الفراخ البيضة الماية على الاجنبية دي لا قسود حولتهم قسود في الملعب عشان اللي يجي يتفرج يقولك ايه ده ده كابتن مصطفى اغير اللعب دي خالص في اخر الموسم في اخر الموسم رئيس القطاع فيه 17 فريق كل فريق ليه مدير فني رئيس القطاع وقف وقالك تحية لكابتن مصطفى صادق ان عمل انجاز مع الفردي عارب فين عملت ايه عارب فين عملت ايه خليت كل لاعب بيلعب بيموت لكنه بيلعب في ريال مدريد لكنه بيجي من بيته مش عايز يلعب تأسيمة ويشوت في الجو لا عايز يخلي كابتن مصطفى راضي عنه ينفذ تعلمات كابتن مصطفى فتشوف الملعب فريق كورة النهار ده المدرب وقف برا بتاع الجزائر لكنه مش موجود ده فيه واحد اسمه قال من عيد قال من عيد ابو شعر بلعب المطش الاولاني اكسم بالله بيلعب دفندر زي اسماعيل بن ناصر كده بيلعب دفندر زي اسماعيل كله كورة تجيله والله كله كورة تجيله روح دايس عليها ويعمل رجلو كده حواليها يعني الكورة دي اعملها مرة فهمتش وانت كسبان ثلاثة ده الوقت كله كورة تجيله يعني الوقت مش فاهم يعني ايه كورة قدم ولا المدرب اللي برا فاهم والدنيا وده اخر حاجة انك بتلعب على ملعبك وص ينهار سود ده الجماهير دي مفروض منتخب الجزائر يدلو المداليا الدهب من اول المجموعات لان الفرق كلها تعبانة اسبانيا تعبانة المغرب ما تغلبت من فرنسا وفرنسا ما قدرش تكسب اسبانيا فرق كلها تعبانة فرصة كانت يغضو انا مش عايز بقى قاسي على الولاد لكن اللي يتحسب اكتر الولاد خلاص هيروح عن ديتهم بعدين واحد بيقول اللي بيلعب في جاسكو جاسكو الفرنسي واحد تاني بيلعب في ليل انا شاكك في الموضة فعرفون زمان في القفل ويقولك ايه انا رايح المدرسة ويجي يروح نطط من صور المدرسة وما يحضرش انا حاسس اللي بيلعب في الليل ده ما بيحضرش في النادي يقولهم في البتقة ايه رايح نادي ليل وينط من الصور ما يروحش النادي لان ما تعلمش حاجة انا شايف اللعيبة اللي انا شايفها في مهند الفوص ملعب اللعب كويس والنهاردة في اللعيب اسمه عبدالقادر اللعب كويس الحراس المرمى كويسين البك يمين صالح الدين كويس النهاردة البك شمال اللعب كويس الاتنين المساكين النهاردة الولد الاشوال اللي اول مرة يلعب ده ممتاز ابو ناصر ممتاز لكن الطقم اللي قدام كله المهاجمين بدليل ان اللعيب اسمه عمر عمر تقريبا جسمه لا يصله حلعة دولي ممكن يلعب في الشارع ممكن يلعب في ناشئين ممكن يلعب محلي انما يلعب دولي بجسمه ده صعب المدير الفني ما اشتغلش على نفسه وما اخترش وما عملش الصحة والمنظمين او المسؤولين على الفريق كنتم ما تشتركوش بكرة الكلام كان الافضل لكم ان كنتم ما تشتركوش بكرة الكلام ما ينفعش افتتاح عالمي ورئيس الجمهورية جاي والعالم كله حية الجزائر وضربت تعظيم السلام للجزائر افتتاح رائع وفي الاخر فرقة الكرة تبقى ملت ده انتو بتلعب وفرق تشيل خمسة ستة فرنسا ولا ولا اسبانيا يشيل خمسة ستة والله بس الفريق تعبان الفريق تعبان ده الموهج مني يا جدعان ده ماتش المغرب الجزائر كان مغلوب واحد مغلوب ومنتخب والجماهير المدرجات ده تحرق الحجر قال من عيد ده خد الكرة يا ابن انت مغلوب انت زي ما يكون دخل ميتم ميتم والناس كلها بتصرخ وقاعد كده في الميتم الناس كلها حزينة وعمل ايه اعمال يضحك هيقبضوا عليه وانتو السجن الولد عامل بعد كده بصال المهاجم في المهاجم ده سعليها الجمهور يعني بيهيس لانه نفسه يروح راح المهاجم عامل ايه؟ شالها برجله كده بيستعرض عارف انا مدر بكور اللاعب ده لو عندي اللاعب ده لو عندي اغيرهم مليون فنية يتغيروا يبقى شخصيته باينة يروح البيت كده تلاقي ابوه جايلي يقول لي انت عملت ايف الولد يا كابت المصابة الولد شخصيته تغيرت الولاد بيلعبوا يا ابن انت لابس تشيرت بلدك ده الجماهير ده كلها مره بيلعب نهايه كاس مصر كاس مصر ده اللي انا شايله ده والله العظيم جلنا اربعين الف متفرج وانا بسخن كده وقفت كده بقيت ابص على الاربعين الف والله العظيم كان سابيرت كم مونة جنبي في بقوله بعد صفارة الحكاب الناس دي هتروح حزينة ولا هنفرحها وده هدفي ان الناس دي تروح فرحانة ان يعني ايه يلا